اشتركوا في القناة مشروب ذهب الى مطعم ثاني فما هي الفتوى الملاحظة يعني يقول ذكر أخوي ابو محمد من ألمانيا بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يتحرر الحلال وأن يبتعد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات فالله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي رأى حول الحما يوشك وأن يرتع فيه وصح عنه عليه الصلاة والسلام وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإذا كان المسلم مطالب بأن يبتعد عن المشتبهات فكيف بالمحرمات الصريحات فلذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك لا يجوز لابن أخيك أن يقول والله الناس يفعلون والناس ما يأتون والمطعم الذي ليس فيه مشروبات هذه المحرمة لن يأتوه هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح ولذلك هذه فتنة له فيجب عليه أن يغير نشاط إذا كان الواقع كما ذكرت أو ينتقل إلى مكان آخر مثلا وما أعتقد أن الناس كلهم فعلا لا يدخلون مطعم إلا بوجود هذا المشروب خاصة وجود جاليات مسلمة كثيرة ولله الحمد فإذا فعلا صدق مع الله عز وجل وتحرر الحلال سيبارك الله عز وجل له فنبهه على هذا بارك الله فيك